السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم في فيديو جديد وفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن معهد معاوين الامن طبعا التقديم فتح وفي الفيديو ده هقولك كل شيء عن معهد معاوين الامن موعد التقديم ورابط التقديم على النت وازاي هقدم ومنين هسحب كراسة الشروط وكمان المميزات اللي بيدها لك المعهد لان كلنا زي ما احنا عارفين كل طالب او كل شاب في العمر المسموح به للتقديم بيسعى ان يكون له وظيفة او قيمة بتدهاله القوات المسلحة او الشرطة لان طبعا اي حد بينتمي للشرطة او القوات المسلحة بيبقى له وضع ومكانة اجتماعية بالاضافة الى الدخل المحترم اللي بيخش له ففي الفيديو ده هنتكلم عن شروط ومميزات التقديم الى معهد معاوين الامن الفين تلاتة وعشرين الفين وعشرين طبعا وزارة الداخلية اكدت في بيان لها يوم الاربعاء الماضي عن اتاحة رابط الكتروني للراغبين في التقديم لاكتياز اختبار قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوين الامن من الذين يكتازون الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط وطبعا هسيب لكم رابط التقديم في وصف الفيديو باذن الله شروط التقديم في معهد معاوين الامن الفين تلاتة وعشرين اول شيء ان يكون مصر الجنسية ومن ابوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنيس قال لا يقل السن عن تساحتاشر عاما ولا يزيد عن خمسة وعشرين عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق يعني قال لي سن هيقدم اللي هو تساحتاشر سنة ما تقلش عن كده وما يزيدش لعمرك عن خمسة وعشرين عام خلينا متفقين ان معهد معاوين الامن متاح للبنين والبنات تمام بعد كده ان يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة يعني التقديم بالشهادة الاعدادية وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة قال لي يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد الي اعتباره يعني ايه يعني ما يكونش اتحكم عليك قبل كده بقضية او عقوبة جنائية او عقوبة مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف بس لو مثلا لقدر الله انت اتحكم عليك في قضية مخلة بالشرف لكن تم رد اعتبارك او رد اليك اعتبارك بالقانون فده تقدر تقدم عادي جدا قال لي يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام بقرار او بحكم تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره اربعة سنوات على الاقل طبعا الكلام واضح وصريح لو كنت ترفضت من اي مؤسسة حكومية او قطاع عام او قطاع الاعمال العام بقرار حكوم تأديبي لازم يكون مرة عليه اربع سنوات ان يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية ودي اهم شيء ان يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية والتي يحددها المجلس الطب المتخصص بهيئة الشرطة وان يكتاز كذلك اختبارات السمات واللياقة البدنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وبالنسبة للطول قال لا يقل طول المتقدم بالنسبة للذكور عن 170 سنتي يعني لو حضرتك اقل من 170 سنتي ما تتعبش نفسك وما تقدمش بالنسبة للذكور وقال لا يقل الطول عن 160 سنتي للاناس تمام طبعا احنا قولنا المعهد بيقبل الاناس والذكور قال لا يكون مجندا بالقوات المسلحة وفي النقطة دي هنقف شوية يعني المجند اللي في القوات المسلحة اللي خلص تعليمه ودلوقتي بيقدر خدمة العسكرية بتاعته وطبعا عمره اكيد فوق 19 وبين 25 وعمره مناسب لكن هو حاليا بالقوات المسلحة مجند ما يحق لهش انه يقدم قال لا يكون مجندا بالقوات المسلحة او ملحقا للخدمة بالشرطة او باي جهات الدولة الاخرى وقال لا يكون متزوجا او سابق له الزواج النقطة دي برضو مهمة جدا ما تكونش متجوز او ما تكونيش متجوزة وما تكونش سبق له الجواز حتى لو كان تجوز وطلق او تجوز وانتهت علاقته بزوجته باي حال من الاحوال برضو ما يحق لهش انه يدخل او يقدم في معهد معاون الامن وكذلك مش هيسمح لك تتجوز خلال فترة الاختبارات وفترة المعهد لحد التخرج طيب نيجي للمزايا اللي بيقدمها معاون الامن للطلاب اول حاجة تتحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والاعاشة للطلبة اثناء الدراسة بالمعهد ويحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا لقواعد العلاج باقي الشرطة طيب بعد كده بالنسبة لربط التقديم وهيقدم ازاي عن نت يتم التقديم لالتحاق في معهد معاون الامن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اللي سيبته لك في وصف الفيديو طيب نيجي لاماكن سحب كراسات معهد معاون الامن انا هسحب بقى انا هقدمتها عن نت خلاص بس هروح اسحب كراسة معهد معاون الامن هسحبها منين تسحب كراسات الالتحاق بمعهد معاون الامن 2023 وتجرى الاختبارات القبول في مقار المعهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهي طبعا دلوقتي هنقول اسماء الاماكن اللي هتسحب منها كراسات الملفات وكمان هيبقى فيها الاختبار معهد معاون الامن بترى ذكور بمحافظة القاهرة والشرقية والقليوبية والدقاهلية وضميات وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس وبورسعيد طبعا دي كلها معاهد او محافظات بها معاهد معاون الامن تمام ديت بيتم سحب لها كراسة الكراسة بتاعت معهد معاون الامن بتتسحب منها للذكور معاهد معاون الامن بالبحيرة مدخل مدينة ود النطرون ذكور بمحافظة البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح والغربية وخارج الجمهورية تمام طبعا بعد كده معاهد معاون الامن بمدينة 6 اكتوبر طريق الوحاة للذكور بمحافظات الجيزة الفيوم بنسويف المينيا تمام يبقى الناس اللي هتسحب من معاهد معاون الامن بتورة القاهرة والشارقية والقليوبية والدقاهلية ودميات وشمال سينة وجنوب سينة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد معاهد معاون الامن بالبحيرة مدخل ود النطرون اللي هتسحب منه الملفات ابناء محافظة البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح والغربية وكمان خارج الجمهورية بعد كده معاهد معاون الامن بمدينة 6 اكتوبر طريق الوحاة للذكور من اللي هتسحب منه ابناء محافظات الجيزة والفيوم وبنسويف والمنيا اللي هو خط الصعيد معهد تأهيل الأفراد بصهاج مدينة صهاج حي الكوسر ذكور محافظات أسيوت صهاج قنة الأقصر أسوان الود الجديد البحر الأحمق ده خط الصعيد وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاون الامن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط وتجرى اختبارات الاناس في معهد الامن بترى فقط يعني اختبارات الاناس أو البنات هيختبر فين في معهد معاون الامن بترى طبعا تم فتح باب التقديم من اليوم اربعة نوفمبر وهتبدأ الاختبارات من يوم احداشر نوفمبر نخلي بالنا كويس ربنا يوفقكم يا رب جميعا ونبدأ بقى المفروض نكون محضرين أوراقنا طبعا شهادة الإعدادية وفيش جنائي وصور وقيد عائلي وشهادة بطاقة ولي الأمر وطبعا الناس اللي هتقدم المفروض تشتغل على النحية البدنية يعني انت تكون مشترك في معهد إعداد اللياقة وأكاديمية تأهيل عسكري تشتغل على النحية اللياقة البدنية بتاعتك فده الفيديو ده احنا قلناه علشان التقديم ونكون معكم في فيديوهات تانية علشان الاختبارات خطوة بخطوة اتمنى يكون الفيديو قفات حضراتكم اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله شكرا ليكم واتمنى اللي اول مرة يشوف قناتنا ما ننساش يدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة